نبدأ نشرتنا من هذا الخبر الذي ورد قبل قليل حيث أفادت وسائل أعلام فرنسية بوقوع انفجار كبير في الدائرة الخامسة في باريس ووفق المصادر فإن الحادث يتعلق بانفجار غاز في أحد المباني بحي فالدوغراس مما تسبب باندلاع النيران فيه وتهدم واجهته وقد تسبب الحادث بإصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح فيما تسعى فرق التدخل للبحث عن عالقين داخل المبنى وهذه صور مباشرة تصلنا من محيط مكان الحادث الذي وقع منذ بعض الوقت وتحدثت الأنباء عن هيار مبنى بشكل جزئي وحتى الساعة هناك أربعة إصابات بهذا الانفجار الذي هو ناجم عن انفجار غاز وهناك أيضا إصابات إثر هذا الحادثة كما تحدثت الأنباء عن إحداث دوي كبير وأضرار أيضا بأكثر من مبنى هذه الحادثة نذكر أنها وقعت في منطقة الدائرة الخامسة في باريس وقد تمت مشاهدة عامود من الدخان الأسود وقد أعلن وزير الداخلية جرال دارمانا أن هذا الحريق اندلع في شارعي سانجاك في الدائرة الخامسة بباريس وتحديدا بالقرب من جردان دوليكسنبور وجامعة السربوان إذن نتابع هذه الصور المباشرة هذه الحادثة أو هذا الانفجار الذي وقع منذ بعض الوقت في العاصمة الفرنسية باريس وحتى هذه الساعة وحتى الآن تتحدث الأنباء عن وقوع أربع إصابات جراء هذا الحادث وفرق التدخل تبحث عن عالقين داخل هذا المبنى الذي يحكى أنه انهار بشكل جزئي هذه الصور تصلنا الآن بعد وقوع هذا الانفجار وتبدو أيضا فرق التدخل وفرق الدفاع المدني محاولة إطفاء النيران داخل المبنى مع تصاعد الدخان الأسود الذي نستطيع مشاهدته عبر هذه الصور داخل أحد المباني الأقل أصحاب وأيضا تغير الدخل الأقل أصحاب لأنه سمتPLAY ملتطف ملتطف